السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مرة تانية على سناء الهادي في فيديو النهاردة معينا مجموعة problems هنتمرن على مسائل معينة في الماث إن شاء الله تكون مفيدة بالنسبة لكم خليكم معينا Problem number one given that if five power x equals four then five power x plus one equals في الحقيقة مديني مجموعة من choices أنا بنصحك إن أنت تشتغل problem لوحدك الأول بعد كده هتختار يعني مش لازم تقرأ لـ choices الأول عشان ما تتجهش ناحية إجابة معينة تكون مثلاً مش مظبوطة أو كده طيب تعالوا نشوف هنحلها إزاي أنا عندي five power x equals four وبيسألني على five power x plus one ده يخليني أفتكر الرولز بتاعة المسائل بتاعة الإندسيز كده بنشتغلها إزاي لو أنا عندي five مثلاً power x times five power one بس دي كنت بعمل التايمز ده إزاي وانت باجي أعمل السمميشن بتاعة الباور هنا والباور هنا طالما البيس هي هي البيس كلام ده بيساوي five power x plus one هنا عملت العكس يعني five power x plus one خلتها عبارة عن five power x times five هتشيل five power x وتحط الفاليو بتاعتها اللي هي في المعطاة عندك هتبقى four يبقى four times five equals twenty تعالوا نشوفها written in full details أنا هقول له since five power x equals four همسك five power x plus one هاسمها الجزئين اللي هي five power x times five power one شيل five power x وحط four times five طيب اهي موجودة عندي كلام ده بيديني twenty تمام نروح للبعض دي problem number two بيقول لي if x greater than zero وx power two equals two power 64 وx power x equals two power y then y equals وميديني مجنوعا للشويسز طيب تعالوا نشوف هنفكر فيها ازاي أنا هقول له since x power two equals two power 64 طيب أنا محتاج x الوحدة بس هو قال لي ان x greater than zero خلي بالك احنا قلنا ملحوظة قبل كده لو انا عندي الاندكس او الpower كانت even number فلما باخد square root مفروض الانسر بتطلع لي positive او negative root بتاعت النمبر اللي عندي هنا ها cancel ال negative sign لانه هو قال لي ان ال x مالها greater than zero يبقى مش هاخد ال negative يبقى x في الحالة دي equals انا في اللاين ده كده x equals two power thirty two طيب الpower ازاي جات لي thirty two انا بقول بطير ال root بيبقى canceled مع هافل power يعني كل الفكرة عملت sixty four divided two عشان امشي ايه ال root يبقى بقت عندي x power x equals two power thirty two دي هيا ال x الاولانية المفروض انها power two power thirty two ده يخليني اراجع معاك حاجة لو انا عندي x power n وكمان هي all power m كنت بعمل ايه في ال indices هنا كنت بقول ان هي equals x power n مضروبة في m او n times m ده اللي عملته هنا بالظبط فانا عندي two power thirty two المفروض انها power two power thirty two فمسكت ال thirty two عملتها times two power thirty two كلنا عارفين ان 32 دي عبارة عن two power five كل اللي حصل معايا ان انا زبطت الدنيا شوية فعندي two power thirty two اه غيرت بس اللي هي thirty two خلتها ايه two power five فبقت عندي ال problem بالشكل ده ان x power x اللي هي دي نزلت بيه هنا equals two power two power thirty seven جات منين ان الثرتي five عفوا الثرتي two خلتها two power five فكانت مضروبة times two power thirty two يبقى عملت summation للإندسز يعني عملت ثرتي two بلاس five بقت ايه ثرتي seven فيبقى اه فاينالي انا وصلت لريزلت معينة اللي هي اكس باور اكس equals two power two بلاس اه two power ثرتي seven يبقى الكلام ده بيساوي two power y وده كان given ان اكس باور اكس equals two power y طيب البيز هي البيز فين البيز اللي هي التو اللي تحت دي والتو دي كمان يبقى sense base equals base يبقى الاندكس equal الاندكس يبقى y في الحالة دي هتساوي two power thirty seven نبص كده في معنا هنلاقيها موجودة تمام يا رب تكون واضحة نروح للبعد ده problem number three بيقول لي if three power x equals four وfour power y equals twelve find the value of x plus one divided three x plus y طب تعالوا نشوف ايه الريلاشن ما بيه دي ودي او ازاي استفيد منهم هم موجودين مع بعض كل اللي هيحصل ان انا همسك الريلاشن الاولى دي او الاكواجن دي اللي بتقول لي three power x equals four هعملها times three شمان اخترت three انا كنت عايز احول دي اقرب الشكل ده للشكل المعطى هنا طيب هخليها ازاي كده طرعوا ما انا عملت times في one side لازم اعمل نفس times في side التاني تعالوا نشوف هنجاوب ازاي انا هقول له since three power x equals four يبقى قلنا multiply times three يبقى هعمل ايه three power x times three equals four برضو times three يعني as we do at the right side we do at the left side احنا عارفين لما باجي اعمل times وعندي index او power بعمل ايه بعمل summation للpower فبقت three power x plus one equals four times three طبعا equals 12 تمام انا عندي given that ان four power y equals 12 مش ملاحظين حاجة ان 12 هي 12 يبقى من هنا من اللاين دهو واللاين اللي بعده هستنتج ان three power x plus y equals four power y برضو ما وصلتش لاي حاجة لغاية دلوقتي لأ هرجع بص فوق في الجiven اللي عندي انا عارف ان three power x equals four طب في مشكلة ان انا شيل الفور اللي عندي دي هنا في اللاين ده واحط مكانها three power x يبقى مغيرتش حاجة تمام انا عارف ان three power x equals four يبقى كل اللي هيحصل ده step اسمها substitution يبقى هاجي اعمل اقول three power x plus one equals شلت الفور وحطت مكانها three power x واصلا كان عندي هنا power y يبقى هتبقى three power x all power y واحنا لسه ايلين من شوية لو عندي power وريز لpower تانية فانا بعمل ايه بعمل ملتيبليكيشن للتو يبقى في اللاين ده هنكمل يبقى three power x plus one كلام ده equals three power x times y يعني three power x y since الباز equals الباز يعني three equals three تمام يبقى من كده then x plus one equals x y طيب تعالوا نشوف هو طالب مني ايه بيقول لي find the value of x plus one divided three x y طيب ما تشير x plus one وتحط value بتاعتها اللي هي x y وموجود تحت في الدي نوميراتور three x y اصلا الكلام ده equals هتلاقي x مع x وال y مع y canceled يبتفضل عندي one over three يارب تكون واضحة ممكن توقف الفيديو وتحل الproblem لوحدك من جديد بحيث ان المعلومة تبقى ثابتة معك اخيرا good luck وان شاء الله تحققوا اللي بتتمنوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة